بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباكا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي طمور أم أمنتم من في السماء أن يرسن عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نزير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يردككم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أضبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين ثلاثون آية تشفى على الرجل سورة تبارك الذي بدل الملك ثلاثون آية احرص على قراءتها كل ليلة تشفى على الرجل وطاقي بن عذاب القبر بإذن الله من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن اللهم اغفر لأبي وأمي ورحمهما كم ربياني صغيرة اللهم اغفر لأخت الغالية من أين اللهم اغفر لابن أحمد الغالي ورحمه واخفر المؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لما تجاوز عن سيئاتهم وتزفحى سنتهم وادخلهم فسيح جناتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين